على همشف تتاح دورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جونيف عقدت جمعية الصينية لدراسة حقوق الإنسان بالاشتراك مع مركز حقوق الإنسان في جامعة أمستردام بقصر الأمم في جونيف عقدت ندوة بعنوان بناء مجتمع ضي منصير مشترك والسعي إلى تحقيق التنمية حضر الاجتماع ممثلون عن المفاوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وممثلون عن روسيا وكوبا وجنوب أفريقيا ومنظمة غير حكومية أخرى فيما يرى مشاركون وبحثون أن مفهوم بناء مجتمع ضي منصير مشترك هو مفهوم جوهري لتحديث حكمة عالمية تؤكد على أن يتمتع الجميع بالكرامة والعدالة والحقوق الأساسية من أجل السعي إلى حياة أفضل بما يسهم بشكل كبير في تطوير قضية حقوق الإنسان الدولية